ومرحبا بكم في برنامجكم قهوة وجرنان تحية صباحية لكل متابعينا من داخل وخارج الوطن ولكل منهم الآن على طاولة القهوة كالعادة عليكم بالقهوة وعلينا بالجرنان أهم ما جاء في الجرائد الوطنية اليوم بداية بالنهار بالله أول يكشف تفاصيل مثيرة حول مخطط استهداف القاعدة الغازية تيكين تورين وقال استخدمنا جوجل أيرث في تيكين تورين والهجوم تأخر عن موعدها الموديل العام سابق لسونالغاز أمام العدالة للجواب على سؤال من أين لك هذا 19 ألف منصب في قطاع التربية لطويل العمر وانطلاء خدمة المكالمات الفيديو عبر الهاتف الثابت الأسبوع المقبل هذا ما أكده الموديل العام لاتصالات الجزائر مهم الزواو هذه عنوين النهار وقت الجزائر قال تعيين يوسف عزوزة رئيسا للديوان الحج والعمرة يوسف عزوزة كان مدير الشؤون الدينية بوهران تم تعينه بعد خلفا للشيخ بربار المحرر قالت سيناريو الإطاحة ببالخدم قد يتكرر مع سعداني الأسبوع المقبل والقرض الاستهلاكي للمنتوج المحلي قبل رمضان المقبل جريدة الحياة الجزائرية قالت 30 هكتار في خنشلة لبنى الوزير وأحد أقاربه بطرق غير قانونية اتهامات بالفساد لوزير الموارد المائية حسين ناسيب جريدة البلاد قالت بريتيش بيترو اليوم تنشط بشكل عادي في تيغنتوريد على لسان السفير البريطاني وخمر حلال في الأسواق تثير الجدل وفي جريدة الوسط قالت تحرش جنسي في سوناتراك أكدت الضحية أنهم حاولوا تصفيتها من الشركة لالتزامي الصمت هذه أهم العنوين اليوم في الصحفة الوطنية مفصلة في معرضي الصحافة أهلا بكم مشاهدينا إلى معرضي الصحافة نهاري اليوم نستهله بأبرز ما جاء فيه من العنوين البداية بصفحة النهار الأولى بلعور يكشف أسرار اعتداء تيغنتورين في أربعين صفحة ويؤكد استخدمنا جوجل إيرث في تيغنتورين والهجوم تأخر عن موعده المدير العام السابق لصنالغاز أمام العدالة للجواب على سؤال من أين لك هذا؟ 19 ألف منصب في قطاع التربية لطويل العمر وانطلاق خدمة مكالمة الفيديو عبر الهاتف الثابت الأسبوع المقبل قالت النهار في صفحتها الأولى كشف التنظيم الإرهابي المرابطون عن تفاصيل جديدة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف على محطة الغازية بيتيغنتورين شهر جنوبي 2013 وأكد أن التنظيم خطط لاستغلال صواريخ أرض جو مضادة للمروحيات في العملية غير أن الإرهابي عبد الرحمن النيجيري خلف الأوامر ورفض أخذ هذه الصواريخ فكان مصير العملية الفشل على حد ما جاءت به الدراسة تمت نهار أمس بمحكمة سيد محمد في العاصمة محاكمة الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سونالغاز بتهمة الثراء غير المشروع بعد استفادته من حكم انتفاء وجه الدعوة في قضية تبييض أموال صدر عن قاضي التحقيق وهذا على خلفية ممتلكات تم اكتسابها مقارنة بالمداخيل المصرح بها شرعت أمس مديريات التربية في استقبال ملفات المترشحين لمسابقة التوظيف التي أعلنت عليها وزيرة التربية الوطنية نورية بنغبريد مؤخرا حيث شهدت مديريات التربية توافد عدد كبير من المترشحين لإداعي ملفاتهم كشف المدير العام لاتصالات الجزائر مهمل زواو عن اطلاق خدمة مكالمات الفيديو في الخطي الثابت خلال الأسبوع المقبل حيث تنطلق الخدمة في البداية على مستوى المؤسسات يتم تعميمها مستقبلا على كافة زبائن الشركة إلى جريدة وقت الجزائر التي عنوانت تعيين يوسف عزوزة رئيسا لديواني الحج والعمرة وقالت وقت الجزائر أشرف أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على تنصيب المدير الولائي لشؤون الدينية بوهران يوسف عزوزة مديرا عم لديواني الوطني للحج والعمرة خلفا لسابقه الشيخ بربارة عقب شغور المنصب لعدة أشهر بعد أن قال عيسى بربارة بسبب خلافات حد بينهما حول تسيير موسم الحج للسنة الماضية وكذا لخلافة أخرى بينهما عندما كان عيسى أمينا عم للوزارة في عهد الوزير السابق بو عبدالله غلم الله قالت وقت الجزائر جاردة الخبر قالت مختربون ضمن شبكة دولية لتزوير تأشيرات تشينغن وقالت الخبر تمكن أفراد الأمن بعنبا من توقيف عناصر آخرين ينشطون ضمن الشبكة الدولية المختصة في تزوير التأشير والوثائق الرسمية وتقليد أختم الدولة حيث تم إضافة أربع أشخاص آخرين تتراوح عمرهم بين الخمسة والعشرين والثلاثين السنة إلى قائمة المتابعين في الملف على خلفية توقيف عنصرين منهما على مستوى مطار رابح بطاطة الدولي وميناء عنابة بمجرد دخولهما إلى أرض الوطن بعد فترة من مغادرتهم التراب الوطني باستخدام تأشيرات مزورة من أجل الدخول إلى فضاء تشينغن الأوروبي جريدة البلاد قالت كل التفاصيل عفوا عن مسابقات التوظيف في 2015 وقالت البلاد فتحت الحكومة ألاف مناصب العمل أمام الجزائريين في مختلف الإدارات التابعة لها على غرار قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التربية وكذا الإدارات كخطوة للتقليص من نسبة البطالة التي تفوق 9% جريدة الشعب قالت استعراض كل الفرص المتاحة للتعاون بين الجزائر والمكسيك وقالت الشعب استقبل رئيس الجمهورية العزيز بوتفليقة أمس بالجزائر العاصمة وزير العلاقات الخارجية المكسيكي خوصي أنطونيو ميادي كوربيرينا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في الصحف النطقة بالفرنسية جريدة الوطن قالت دفاع شاني يستعاد وتحدثت مقالها عن استئناف كمحاكمة الطريق السريع الشرق والغرب يوما أحد المقبل على مستوى المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة بحضور محامين أجانب عن المتهم الرئيسي شاني مجدوب فقد قرر رئيس المحكمة الجنائية بالجزائر تأجيل المحاكمة خلال الدورة الجنائية لسنة 2014 بسبب غياب دفاع المتهم الرئيسي في هذه القضية بعد أن رفض المتهم مجدوب شاني أن تعين له المحكمة أن تعين له المحكمة لأن محاميه لم يتمكن من حضور الجلسة جريدة ليبرتي قالت القرض الاستهلاكي ما يجب معرفته وقالت في مقالها جاءها عن المرسوم التنفيذي بشأن من هذا القرض والذي من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية إلى أن وزير التجارة عمارة بن يونس يؤجل إطلاقه قبل نهاية تجوان المقبل في الصحف المحلية صوت الغرب قالت الأميار بن نيابة دون أجور ومصالح الوظيف العمومي لم تعترف بهم قالت صوت الغرب كشف أحد رؤساء البلديات التي تسير بن نيابة بوهران عن عزم الأميار بن نيابة على مرسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية للنظر في ملف الأجور التي لم يتقضونها حيث صرح ذات المتحدث أن هناك ثماني أميار بوهران يسيرها أميار بن نيابة وليهران في حق الأميار المنصبين على خلفية متابعتهم قضائيا جريدة النصر قالت الانزلاقات ترفع قيمة مشروع الحديقة الحضرية باردو بثمانين مليار سنتين بقسنطينة وقالت النصر طالبت مديرية البيئة لولاية قسنطينة بمبلغ ثمانين مليار سنتين إضافي من أجل أشغال وقف الانزلاقات التي تهدد مشروع الحديقة البيئية بمنطقة باردو فيما وعد الوالي بتسليم مشاريع المكتبة الحضرية ومركز الفنون والمدرسة خلال أشهر إلى تصريح اليوم تصريح رمطان العمامرة وزين الخارجية قال إن نهار أمس الذي يتزامن وذكر إقامة العلاقات الدبلوماسية الجزائرية والمكسيكية يعد يوما خاصا في العلاقات الثنائية على مستوى وزراء الخارجية بحيث نتطلع قال العمامرة إلى مزيد من التعاون والشراكة بين البلد الذي تجمع في دعم المكسيك الذي يعتزم ملوج القرى الصمراء باعتبارها البوابة لسيما أنه يحسب لهذا البلد أحد عمالقة أمريكا الجنوبية الذي يعد بعدا هما للشراكة الاستراتيجية إلى جندات اليوم وزير التكوين والتعليم المهنيين نوردين بدوي يقدم اليوم عرضا أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني بدءا من الساعة التاسعة صباحا ويعقد مجلس الأمة جلسة عامة اليوم على الساعة العاشرة صباحا تخصص لطرح الأسئلة الشفوية على وزراء الطاقة المجهدين السكن والعمران والمدينة ووزير الشباب ويشرع اليوم وزير النقل عمار غول ووالي الجزائر العاصمة عبدالقدر زوخ في زيارة تفقدية للورشات المفتوحة لقطاع النقل بالعاصمة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ويقوم وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم بزيارة إلى ولاية عين الدفلة يتوقف خلالها عند جملة المشاريع والهيكلة التابعة للقطاع بالأجندة نصل إلى نهاية معرض الصحافة شكرا على الإصغاء والمتابعة